هنبدأ نشرح فيه التمرين ده اخر تمرين لما تركه على الجروب دلاتي في الواتس التمرين ده يعني 80% من الاختبارات اللي فاتت بيجي منها يعني هو التمرين ده اللي جاه طبعاً تمرين سهل وبسيط زي ما احنا هنشوف في جروهات اهو التمرين الاكسل ده ده تمرين اكسل بيجي على طول في الاختبار ايه ده اه يعني 80% يعني مش مش لازم ان هو ايه ما يجي ايه حاجات لا بس هو دايما البيجي يعني هو دايما البيجي سهل وتافي هو بسيط جدا بس برضو هنشرحه بحيث الناس تبع عرفاه لا لو جالك تعمل ايه لو جالك برضو تعمل ايه ده هيبقى اخر واحد ان يوم الاحد هنبدأ البار بوين طبعاً هفتح برنامج الاكسل لو يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هنشئ التمرين زي ما انت شفت هنا التمرين هنا الجدول سوريا انشاء الجدول هنا استتافي شوية يعني مش زي بقى حدود ومش حدود وحاجات كده في الاختبار بيسهل عليك شوية يعني بيسهل عليك العملية شوية هو كل طلبه منك انك تنشئ اهو تنشئ الجدول بس ده اهو مفيش بقى حدود وبتاع بس فيه دمج وفيه كلام طيب اول حاجة اهو زي قلنا المرة اللي فاتت فيه صف اولاني مدموجه مكون مفروض كان كان عمود واحد اثنين ثلاثة فلازم اعمل كده اروح اهو ال اكسل اهو يا شباب واحد اثنين ثلاثة واعمل ايه؟ دمج واكتب الكلمة اللي هو طالبها مني حو طالب مني اكتب كلمة خلاص مبيعات شركات الحزب مبيعات شركات الحزب طيب وبعدين هنا مفيش دمج في اللي تحتيه دول مفهومش دمج ده مفيش دمج خانات عادية ده اسم المنتج اه اسم المنتج اسم المنتج هنا الكمية هنا الكمية للمباعة الكمية المباعة طيب هنا جهاز كمبيوتر هنا الكمية هنا 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 الكمية المباعة من الكمبيوتر 70 يعني كل ده مفهمش ده بتكتب بس الخنات لو في دمج زي اللي فوق ده تعمل دمج هنا مفيش دمج كاميرا هنا ربعمية هنا 110 طيب من اول هنا بقى في دمج مجموعات مجموع المبيعات دي خانة واحدة عبارة عن كانت عن خنتين مبارة عن اثنين تعمل لها دمج يعني واحد اثنين اثنين اه اخذ الاثنين دول تعمل لها دمج زي ما شرحنا اه الكلمة اكبر اشترك دمج اه دمج عشان تعمله وتكتب مبيعات مبيعات مجموع المبيعات مجموع المبيعات خلاص قدامها فاضية خلاص قدامها فاضية خلاص اللي قدامها دي فاضية تمام طيب تحتيها برضو في دمج في ايه؟ دمج خلاص اه دي ادى الدمج اثنين دول اكبر كمية مبيع تمام طيب بس كده اه في حاجة تانية لا انشئ بالجدول ازاي قلت احدد الخلايا كده بالماوس احدده قبل احدد بالماوس كده انه ربعات كلها اللي مفروض هننشئ حدود الجدول واروح للاداة دي ادات الحدود اعمل ايه؟ ما دس عليه اعدس على السهم اللي جنبها وبدل معه ده اعمل حد حد يمين يصار فوق لا دي حاجة اسمها كافة الحدود كافة الحدود دي بدا رايحك لو دست عليها بتنشئ ليه؟ الحدود كلها طيب قلت بعد كده اتكبر الصفوف وتكبر العامدة واللي حاجات اللي قلناها هو هنا مش عاملها يعني راجل مريحك هنا في التصميم الجدول هتلاقي الموضوع مريحك هو الدمج اهم حاجة بالنسبة له وانه انت تنشئ الحدود ده حقيقي فعلا في خلاب الاختبارات ده اهم حاجة بيعملها طيب طيب اول طلب صمم الجدول بنفس التنسيق من خط وحدود وتوسيط وتضليل ودمج طبعا ممكن يكون فيه تضليل بس اهم الشايفان من الصورة بس لو فيه تضليل قلت اهل عايز تظلل مثلا دي مثلا رماضي مثلا مثلا يعني انت بتشوف بقى في الورقة وورقة عندك هتبقى ظاهر ان ديه ورقة واحد مصورها لنا بكاميرا يعني ممكن يكون منتظللة دي رماضي مثلا وممكن دول كده مثلا متظللين اه ممكن يعني اه ممكن دول مثلا متظلل يعني ممكن في الاختبار تلاقي كده انت اشوف بقى في الاختبار بس هو تقريبا ممكن يكونوا كما متظلين اه تظليل وتوسيط وضل وكده دي اول نقطة اول طلب النقلب التاني باستخدام الدوال اه قلنا لما يقول لك دوال يبقى مجموع اقل اكبر اصغر مجموع واقل متوسط صوري واكبر واصغر يقول اسمهم الدوال لو جي قال لك عمليات حسابية يقول لك كذا بيسوي كذا زاد كذا دي شرحناه هنا الراجل مساهلها عليك بيقول لك باستخدام الدوال اول طلب طلبه ودوال مناسبه كن بحساب الهدف اول طلب مجموع المبيعات عايز الخانة دي تحط فيها مجموع المبيعات عايز الخانة قدامها دي طيب تعمل ايه قلنا دقف هنا كده اعايز يحسب مجموع المبيعات هنا دقف هنا كده وتروح لدي ايه دي اه دي اللي مكتوب جنبها جامعة القائد دي لا السام اللي جنبها وتشوف هو عايز مجموعة مجموع يبقى اختار دلة ايه دلة المجموع يعني ايه 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 مباعة. هنا عايز مثلا اكبر كمية مباعة. اكبر كمية يبقى دواب. تقف هنا وتفتح القيمة وتقول له حد اقصى. اكبر يعني اقصى. تما شرحنا في المحاضرات اللي فات. اقصى. اقصى من مين? الكمية المباعة ولا الكمية. خلاص? هو عايز حد اقصى من الكمية. خلاص? الكمية. ثانية واحد معلش يا شباب. الكمية المباعة. مجموعة المباعة هي دي. اكبر كمية في المباعة. يبقى برضو هي دي. يعني اخد بالك ما اقعبش عليك. دي الكمية بس او عايز الكمية المباعة. دي المباعة ودي الكمية المباعة على اتنين. او اللعبة في الالفاظه. هتحدد وتفتح كده. وتقول له ايه? حد اقصى. اكبر. اكبر من ايه? الكمية المباعة. دول بس. ما تحديدش. بص خد بالك. ما تاخدش دي هم دول كمية المباعة هم دول بس 180 دي المجموعة ما تخدخلهاش دي الغلطة اللي بيعملها اخلا بالناس ودوس انتر اكبر كمية مباعة 110 لا دي خلاص ومجموعة المبيعات 180 ده الطلبين اللي هو طلبهم او والله هو ده الطلبين طيب تلاتة التخطيط ايه ده قلنا اول ما تذكر كلمة تخطيط يا شباب اول ما اقولك كلمة تخطيط كن بعمل تخطيط تلقائيا كده تلقائيا تروح تحدد اول عمود ليه المخطط بيكون عمودين بتحدد عمودين اتنين بس في الجدول مش بتحدد الجدول كله غلط انك تحدد الجدول كله غلط تخطيط رسم بياني مخطط ده بتحدد عمودين اتنين بس في الجدول من ضمنهم العمود الاولين العمود الاولين اسمه ايه اسم المنتج العمود الاولين اسمه اسم المنتج لما بتيكي تحدده بتحدده من اسمه اسمه اسم المنتج من اول الخيانة دي تحدده كده وتحدد بياناته بس.Con量 . تحدد بعض الرئيسية الأولانية ثم تحدد ذهت سرار control وتحديد العمود الثاني. قم بعمل تخطيط لإسم المنتج وكمياته المباعة vaisتحدد بعض المنطقة تحدد التف ë كلمة المباعة برضو. التحديد اهم حاجة يا شباب. لو حددت غلط الشغل بتاعك تلاح غلط. او حيزة الكمية المباعة تحدد الكمية المباعة وبرضو ما تخدش العمود كله. لحد اخر حاجة في الكمية المباعة. يعني 180 و110 لتحدي دي مش من ضمن الكمية المباعة. ده المجموعة لك ما تخدهوهاش. تدوس قدك من الموس و شدك من control. تحدد العمود الاولاني والعمود اللي هيقول لك عليه. هو اللي يسمي المنتج العمود الأولين وكمية المباعة دولا هتعمل لهم تختار حددتهم بالموسى أو بالكونترول أروح لإدراج أروح لقائمة إدراج وأختار من هنا المخطط لو أخترت مخطط من هنا هيتنشئ طب أختار أين مخطط مش من دماغك تروح تشوف هو طالب إيه هو أقل الأول التخطيط يكون اسم من منتج جميع المباعة نوعه دائري هو عايز النوع تائري فتعمل إيه تدوس على السهم بدل ما تختار من هنا يعني دائري بس ممكن تتريح دماغك تدوس السهم الزغير في الجنب هنا كده هتطلع قائمة تختار منها كافة الحدود وتختار من هنا اللي أعيلك عليه قال لك شريتي تختار شريتي قال لك خط تختار خط قال لك عمودي تختار عمودي هو قال لي إيه دائري اختار دائري ودوس موافق إيه دا آ بس بس كده أنشأت أنا المخطط كده أنشأت المخطط لو طلبات وقفت لحد كده خلاص لو الرجل طلبات وقفت لحد كده أنا انشأت المخطط. ممكن يبقى فيه طلبات تانية في المخطط. قلت المرة اللي فاتت. ممكن يقول لك غير العنوان. ده العنوان. تغيروا. ممكن يقول لك ايه. انقلوا صفحة تانية. انقلوا صفحة ايه. تانية. طيب. غير العنوان ازاي. تعالوا نشوف. فيه طلب بيقول لك ايه. وصلت الإطاح الاسم المنتج. وصلت الإضاح اسم المنتج. ايه وصلت الإضاح يا شباب. وصلت الإضاح دي في الجنب هنا دي حاجة مولتاشة من بالها لو دوست على ألمة الزائد دي بيطلع لك عناصر هو عايزك تشيل الحاجات دي أو تحط حاجات يقول لك مثلا شيل عنوان المخطط حط عنوان المخطط حط وصلت الإضاحة شيل وصلت الإضاحة أنا شلت وصلت الإضاحة وصلت نصنحة للأرقام من تحت هو عايزها تتعلم عليه تسيبها سعاد بيطلب منك تسيبها خلاص وسعاد يقول لك إيه شيلها خلاص سعاد بيطلب منك تسيبها شيلها وصلت الإضاحة دي هو هنا طالب مني أن أسيبها هيا من زهرة كده زهرة طيب إن المخطط يبقى في صفحة مستقلة صفحة مستقلة يعني أن المخطط ده في صفحة الحالة قلنا إزاي نعمل المخطط في صفحة الحالة حتلاقي حاجة اسمها نقل المخطط لو عايزوا خليه الواحده يعني الواحده أنا لو طبعت دلوقتي لو طبعت خلاص طيب لو طبعت دلوقتي عملت طبع هيظهروا الاثنين في ورقة واحدة صفحة مستقلة يعني قلت المرة اللي فاتت تخليه في صفحة الحالة ده يبقى في صفحة الحالة ده صفحة في حالة بتعملها ازاي بتطلع قيمة قيمة اللي هي بطلعة مع التصميم مع المخطط فيها نقل المخطط أي أداة اسمها نقل المخطط لو مليتهاش أقف بالموس كده على المخطط كليك يمين كليك يمين خلاص هتلاح حاجة اسمها نقل المخطط هنا أو هنا لو دوست نقل المخطط هتطلع قيمة هقول له اختيارين هم اختيارين اختيار الأولاني دي معناها إن أنا سيبها مع الأكسل ما فيش مشكلة الاختيار التاني دي يعني اختاره وهو ده اللي عمله في صفحة الواحدة وغير اسم الصفحة الواحدة هتخليه في صفحة الواحدة هتواعيز صفحة الواحدة موافق اللي حيحصل هينقلوا صفحة الواحدة يعني طبعته هبقى أدل الورقة هبص في صفحة الواحدة هتلاقي تحت جنبها ده المخطط وفيه ورقة واحد دي لو دوست عليها الاخسل يعني الاخسل لهو ورقة واحد المخطط في ورقة الواحدة ده ورقة ده ورقة طيب بس كده فاضل طلبات تانية هنشوف عنوان المخطط مبيعات شركة الحاسب قلنا ده العنوان كلمة اللي فوق دي العنوان لو انت عايز تغيره وتخلي العنوان هواحد طالب حاجة تانية اضغط عليه بالماوس وبعدين تحدده كده بس كل اللي عليك تحدده بالماوس كده اه وتكتب الكلمة اللي اقيل لك عليه هو اقيل لي ايه مبيعات شركة الحاسب مبيعات شركة تكتب اللي اقيل لك عليه اه بس كده اه ده العنوان تكتب العنوان كده بس وضغط في اي حت اللي أنا شرحته دلوقتي حالاً ده آه والله يعني قولوا مثلاً 90% من الاختبارات اللي فاتت في السنين اللي فاتت قولوا مثلاً 4 سنين أنا حقيقة طبعاً واحد ما اعتمتش على كده احنا شرحنا لك أكتر من كده بكتير في المحاضرات وفي كل حاجة بس برضو بنرجع وكمراجعة أخيرة أو ده آخر واحد بس 90% من الاختبارات كان بيجي الاختبار لا اختبار سهل وبسيط ما فوش حاجة أكتر من اللي احنا شرحنا لك وأكتر من كده بكتير جد فده آخر حاجة يوم الأحد ان شاء الله هنبدأ الباور بوينت هنوقف الفيديو ده وحقول لكم حاجة بعد ما نخلص كل الناس ده وقف معي هنقلز معي هواقف الفيديو